وإلى بحث القضاء أرجأت المحكمة الاتحادية العراقية جلسة النظري في قانون انتخابات برلمان كردستان ورواتب موظفي الأقليم إلى 21 من شباط الجاري هذا وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت مطلع الأسبوع الماضي تأجيل النظري بقانون انتخابات الأقليم إلى 18 من الشهر الجاري قبل تأجيله لمزيد من المشاورات ويتعلق التأجيل بدعا ورفعتها جهات سياسية كردية بخصوص مقاعد الكوتا وسير انتخابات برلمان كردستان وكان من المقرر ألبت فيهما في الثالث من شهر كانون الأول الماضي إلا أنه تم تأجيلهما